ننتقل إلى عربي بوست لقاء تقريب وجهات النظر ماكرون يصل إلى أمريكا في زيارة دولية هي الأولى له في عهد بايدن يجري الرئيس الفرنسي مالويل ماكرون زيارة دولية إلى الولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام هي الأولى في عهد بايدن يسعى البلدان من خلالها إلى طي صفحة أزمة الغواصات الأسترالية وتقريب وجهات النظر حول أزمات أبرزها سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا وأيضا أسعار الغاز الأمريكي الذي تستورده أوروبا مرورا بالمنافسة مع الصين ووصولا إلى الإجراءات الحمائية الأمريكية وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن طائرة الرئيس ماكرون حطت ليلة ثلاثة بالولايات المتحدة يترجل منها بصحبة زوجته وفورا توجه ماكرون وزوجته إلى مطعم في العاصمة الفيدرالية تلبية لدعوة وجه بايدن لتناول عشاء خاص يسبق حفلة لاستقبال الضخم الذي سينظم بالبيت الأبيض الخميس على شرف الرئيس الضيف ومن المحتمل أن يشكل هذا العشاء بين الزوجين الرئاسيين مناسبة للتطرق بشكل غير رسمي للمواضيع الرئيسية التي ستطرق إليها القمة المرتقبة الخميس بين ماكرون وبايدن في المكتب البيضاوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر